اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات سنة اولى اداتي ونهاردة هنكمل درس شكل الارض هنتكلم عن خطوط الطول ودوائر العرض لقى العلماء اتساع كوكب الارض فعملوا على رسم خطوط طولية ودوائر عرضية رسموها على خرائط ومجسمات الكرة الارضية قال لك عشان نسهل دراسة سطح الارض بحيث ان اي حد يحب ان يدرس سطح الارض يكون سهلة بالنسبة له وهنا سؤال بما تفسر بيجي بما تفسر قام العلماء برسم خطوط طولية ودوائر عرضية على خرائط ومجسمات الكرة الارضية الاجابة لتسهيل دراسة سطح الارض هعزين نعرف ايه هي خطوط الطول ودوائر العرض اول حاجة هنعرف ايه هي خطوط الطول او تعريف ايه هو خطوط الطول خطوط الطول هو انصاف دوائر انصاف دوائر وهمية بتبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي بتبدأ منين خطوط الطول؟ ما هي خطوط الطول؟ انصاف دوائر وهمية بتبدأ من الكتب الشمالي وتنتهي عند الكتب الجنوبي بيتبدأ من خطوط الطول؟ بتبدأ بخط اسمه خط جرينيتش خط جرينيتش وده بيكون دراجة صفر وده بيعد الخط الرئيسي لخطوط الطول كمان ان خط Greenwich ده بيقسم الكرة الارضية الى نصفين نصف شرقي ونصف غرب نصف شرقي ونصف غرب زي موضح عندنا في الصورة طيب فبنلاقي ان خط Greenwich بينصف الكرة الارضية نصفين طيب النصفين الا كم خط الى 180 خط شرقا اللي هو خط Greenwich و180 خط غربا لخط Greenwich طيب حد انا بيسألني طيب يعني ايه خط Greenwich او ليه سمية بهذا الاسم طيب هنقول له سؤال حلو قوي وبرده بيجي بما تفسر ليه سمية خط Greenwich بهذا الاسم ليه سمية خط Greenwich بهذا الاسم اللي جابة لان كان فيه بلدة اسمها بلدة Greenwich ودي بتكون موجودة في مدينة لندن دي عقد فيها مؤتمر اسم مؤتمر الجرافي مؤتمر الجرافي والمؤتمر الجرافي ده كانت سنة 1884 ميلادية سنة 1884 ميلادية وده اتعقد المؤتمر ده لتحديد خط الطول الرئيسي لما كانوا ساعتها عايزين احدده ايه هو الخط الطول الرئيسي يبقى الإجابة تاني يبقى نسبة لبلدة Greenwich التي تقع جنوب مدينة لندن والتي عقد فيها او عقد بها المؤتمر الجرافي عام 1884 لتحديد خط الطول الرئيسي انا ساعت بقول لي يا مستر خطوط الطول مهمة اه خطوط الطول مهمة جدا مهمة في ايه؟ انه هو بيفيد تحديد الموقع على سطح الارض لان انا بقدر احدد من خلاله الموقع على سطح الارض بس اذا كان بقى تحديده ازاي اذا كان من الشرق او غرب شرق او غرب تابق ايه تاني؟ ان انا كمان من خلاله قدر احدد الزمن والوقت والفرق يبقى تحديد الزمن وفروق او اختلاف التوقيت يبقى ايه هي اهمية خطوط الطول اول حاجة تحديد الموقع على سطح الارض شرق او غرب اتنين تحديد الزمن واختلاف التوقيت بين الاماكن على سطح الارض عشان كده مثلا عندنا مثال ان اللي بيلاقي بيتفق توقيت في مدن واقع على خط طول واحد زي مثلا مدينة القاهرة والخرطوم دولوا عين على خط واحد يعني بيقعوا على خط طول واحد فدول بيتفوا ايه في التوقيت طيب في مدينة مدن تانية بتختلف زي مثلا مدينة القاهرة وتونس دول واقعين على خطوط طول مختلفة يبقى بيختلف هنا التوقيت في المدن الواقع على خطوط الطول المختلفة زي مين قلنا مدينة القاهرة وتونس وهنا في سؤال برضو حلو قوي بيجي بما تفسر اختلاف التوقيت على سطح الكرة الارضية من مكان لاخر ليه؟ هنقول بسبب دوران الارض لان الارض بتدور حول نفسها امام الشمس بس منين؟ من الغرب الى الشرق منين؟ من الغرب الى الشرق تبقى قد ايه؟ مرة كل 24 ساعة يبقى لجابة تاني يبقى بيجي بمتفسر اختلاف التوقيت على سطح الكرة الارضية من مكان لاخر هنقول بسبب دوران الارض حول نفسها امام الشمس من الغرب الى الشرق مرة كل 24 ساعة طيب هنا برضو ممكن يقول لنا النتيجة النتيجة على كده النتيجة ان شروق الشمس على الاماكن الواقعة في شرق خط الطول الرئيس يعني في شرق خط الطول الرئيس اللي هو خط ايه جرينيتش قبل الاماكن الواقعة غرب يعني ان الشمس ان الشمس بتوشرك على الاماكن الواقعة في خط طول قبل ايه قبل الاماكن الواقعة ايه غرب خط ايو انا سامح حد بقول له طب ازاي يامستر بنعرف الفرق في الزمن اقول له بنعرف فرق في الزمن بين كل خط طول ازاي ان احنا بنديف اربع دقائك احنا بندف ايه اربع دقائك طب امنا امتى بنديف او مشق La gib دوائر العرض هي دوائر وهمية بس ايه deve وهمية ايه ومتوازية غير متساوية تحيد بالكرة الارضية يعني ايه؟ يعني هي دوائر وهمية بس بتكون افقية وبتكون كمان متوازية بس مش متساوية وتحيد بالكرة الارضية بها تاني تعرف دوائر العرض هي دوائر وهمية افقية ومتوازية غير متساوية تحيد بالكرة الارضية دوائر العرض الرئاسي ايه هي دوائر العرض الرئاسي عندنا كذا حاجة لدوائر العرض الرئاسي عندنا اول حاجة لها ايه؟ نقطة الكتب الشمالي لها دائرة الكتب ايه؟ الشمالي, الدائرة الكتبية الشمالي وعندنا كمان مدار السلطان وعندنا الخط الرئيسي اللي هو بعتبر خط رئيسي هو دائرة الاستواء دائرة الاستواء بتكون دائرة سفر يبا احنا عندنا في خطوط الطول الخط الرئيسي هو خط الخط الرئيسي هو خط طيب في دائرة العرض الخط الرئيسي هو دائرة الاستواء دائرة الاستواء بعد كمان عندنا مدار الجدي مدار الجدي. طيب بعدها الدائرة القطبية الجنوبية. الدائرة القطبية الجنوبية. وعندنا نقطة القطب الجنوبي. اللي هي بتبقى في الاخر تحت في الكرة الارضية. ايه معنى كده ان دائرة الاستواء بتقسم ايه? الكرة الارضية شمالا وجنوب. بس بتقسم ايه? تسعين شمالا وتسعين جنوبا. وبيكون دائرة الاستواء اكبر دوائر العرض. وتكون دائرة الاستواء اكبر دوائر العرض علشان كلا بيلاقي ان دوائر العرض بتصغر تدرجين كلما اتجهنا شمالا وجنوبا كلما اتجهنا شمالا وجنوبا دائرة الاستواء حتى تصبح ايه بقى مجرد نقطة عند كل ايه الكتبين طيب برضو لنساء محد بيقول يا مستر هي دوائر العرض مهمة اه دوائر العرض مهمة طيب ايها مين دوائر العرض اول حاجة بتفيد في تحديد مكان الانسان تفيدوا ازاي انه موجود فين على سطح الارض اذا كان شمالا او جنوب ايه تانيه كمان بتشترك مع خطوط ايه التول في تحديد ايه المواقع المدن والبلدان كمان انها بتستخدم في تقسيم الكرة ايه الارضية الى مناطق ايه حرارية والتعرف على احوال المناخ من حيث درجة ايه بقى الحرارة والرياح والامطار يبقى تاني يبقى ايه هي امية دوار العرض او الحاجة تحديد مكان الانسان على سطح الارض شمالا وجنوبا تشترك مع خطوط الطول في تحديد مواقع المدن والبلدان تستخدم في تقسيم الكرة الارضية الى ايه مناطق حرارية والتعرف على احوال المناخ من حيث درجة ايه الحرارة والرياح والامطار نفرق في الزمن وده بيبقى مهم جدا يعني مثلا انه بيتم ايجي قولنا بيتم تقديم الساعة بالاتجاه الشرقا وتأخرها بالاتجاه غربا ودي مهم جدا ساعدة تيجي في الامتحان يعني ايه برضو؟ يعني انا مثلا لو انا في القاهرة وعايز اروح الساعدية يبقى انا هنا ايه؟ هقدم ايه؟ الساعة يعني مثلا لو الساعة هنا اربعة يبقى هناك في الساعدية كام؟ خمس طيب؟ لو انا مثلا المسافر هيتجيه غربا ناحية مثلا تونس وهنا بقى انا هاخر الساعة يعني مثلا احنا نقولنا ايه؟ لو هنا القاهرة اربعة يبقى انا هاخر تبقى هناك في تونس كام؟ اخر الساعة تبقى تلاتة وده سؤال مهم جدا بيجي صح ولا غلط مثلا ده علامة صح بيتم تقديم الساعة بالاتجاه الشرقا وتأخرها غربا يبقى الإجابة صح وبكده أعزائي الطلبة والطالبات سنة أولى إعدادة بينتهي درسنا النهاردة وهنعمل حلقة خاصة عن حل خطوط مسائل الزمن ودي للمعلومات العامة وليس للامتحان ونلتقي في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا شيء أصحابي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر القناة لوصلكم كل جديد مع السلامة